السلام عليكم متابعي المحترمين درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية نبدأه بعد قليل أهلا من جديد عزيزي المتابع كالعادة نبدأ بتصحيح التمرين الذي رأينا في نهاية الدرس الماضي حيث كان المطلوب أن نترجم هذه الجملة نعم معك حق دون إشك كامال كان مشغولا لأنه كان يعمل مع أخيه عندما كان صديقه يصلحه السيارة الجواب Oui, tu as raison, sans doute كامال كان مشغولا لأنه كان يعمل مع أخيه عندما كان صديقه يصلحوا السيارة oui, tu as raison, sans doute كامال كان كان يعمل مع أخيه عندما كان صديقه يعمل مع أخيه عندما كان صديقه يعمل مع أخيه جاهدت الفعل الآن في الماضي بالفرنسية سنقول tu as regardé tu as regardé le verbe regardé au passé composé الآن أنت كنت تشاهد لا شكا عزيزي المتابع أنك انتبهت إلى أن الفعل هنا سيكون في زمن لن parfait إذن سنقول tu regardé tu regardé ممتاز مع أخيه كيف نقول ذلك بالفرنسية لا شك أنك تستطيع الإجابة عزيزي المتابع لنفكر قليلا ممتاز سنقول التلفاز بالفرنسية هو لكن يمكن أن نقول باختصار ممتاز أنت تشاهد التلفاز مع أخيك كيف نقول ذلك بالفرنسية لنفكر قليلا عزيزي المتابع ممتاز سوف نقول tu regardes la télé avec ton frère كيف نقول أنت تشاهد التلفاز مع أخيك لنفكر قليلا جيد تشاهد التلفاز مع أخيك تشاهد التلفاز مع أخيك الآن كيف نقول أنت تشاهد التلفاز مع أخيك لنفكر قليلا ممتاز تشاهد التلفاز مع أخيك كيف نقول ذلك بالفرنسية تشاهد التلفاز مع أخيك كيف نقول ذلك لنفكر قليلا ممتاز كيف سنقول كمال تشاهد التلفاز مع أخيك لنفكر قليلا جيد سوف نقول كمال كانت تشاهد التلفاز مع أخيك كيف سنقول ذلك أحسنت عزيزي المتابع كمال تشاهد التلفاز مع أخيك كمال تشاهد التلفاز مع أخيك كيف سنقول ذلك عزيزي المتابع نعم نعم كمال تشاهد التلفاز مع أخيك كيف سنقول أحسنت عزيزي المتابع تشاهد التلفاز مع أخيك لنفكر قليلا ممتاز أعرف أن كامال كان يشاهد التلفاز مع أخيه لنفكر قليلا كيف سنقول ذلك عزيز المتابع؟ حاول أن تتذكر هذه العبارة رأيناها في دروسين سابقة ممتاز كيف سنقول؟ كامال سنقول ذلك عزيز المتابع؟ لنفكر قليلا كامال سنقول؟ كامال سنقول ذلك لنفكر قليلا ممتاز كامال سنقول؟ جيد سنقول لنفكر قليلا كامال سنقول؟ كامال سنقول؟ عندما كان كامال يشاهد التلفاز في غرفته كامال سنقول؟ كامال سنقول؟ لنفكر قليلا كامال سنقول لنفكر قليلا كامال سنقول؟ كامال سنقول لنفكر قليلا لأن الفاعل هنا في حالة الجمع كامال وأخوه كيف نقول؟ معك حق أنا أيضا أظن أن كامال كان يعد الفطور عندما كانت أمه تشاهد التلفاز لنفكر قليلا نفكر قليلا كامال سنقول؟ جيد سنقول كامال سنقول ك foolish كامال سيأوز كامال سنقول لي wire سنقول ل lleفت النساء كامال سنقول لن رفت كامال سنقول لن قليلا حقا كامال سنقولي المطلوب أن نترجم هذه الجملة إلى اللغة الفرنسية لست متأكداً لكني أظن أن كمال كان يشاهد التلفاز مع أخيه في غرفته عندما كانت أمه تعد الفطور في المطبخ كالعادة عزيز المتابع سوف أنتظر إجابتك في التعليقات هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم الراغبين في تعلم الفرنسية من البداية في الختام وكالعادة نشكر لكم طيب المتابع ونتمنى لكم دائماً رحلة موفقة